أحيانا البعض مننا يجلس منحني الظهر لساعات طويلة في العمل ممكن هذه الجلسة أو أحيانا بحركات أخرى تؤدي إلى شعورنا بآلام الظهر لتقوية عضلات أسفل الظهر والظهر بشكل العام اليوم يانا الكوتش عمر مصلي حتى ينطينا معلومات وتفاصيل حول هذا الموضوع عمر يسعى صباحك من جديد صباح الخير إذن اليوم خصصنا موضوع كيف نقوي عضلات ظهرنا بحيث نتفادى الآلام مستقبلا من باب الوقاية خير من العلاج طبعا غالبا الأشخاص الذين يقعدون بفترات طويلة يصبح أوجاع ظهر فالشخص يبلش أي شخص فينا لا يخلى من عادة سيئة من هذه العادات فنحن لا نستنى حتى يصبح المرض أو يصبح الوجع لأن الأوجاع تبلش بفترات ليس فجأة يصبح معه واحد ديسك شوية شوية يصبح الوجع يتراكم يشعر أول شيء بوجع خفيف بعدين يتطور الوجع ليوصل لمرحلة ديسك أو مرحلة انقراص فقرة أو شيء فالواحد يقوي عضلة الظهر عضلة الظهر هي التي تحمي الفقرة فوقت لي يكون عند عضلة الظهر قوية فتساعد أن أنت في حال صار معك مشاكل أو صار في أي شيء شغلات سيئة بالعاداتك بقومة بقعدة بحمل ويت غلط العضلة بتساعد أن تحمي بصير إصابتك أصعب من غيرك يعني بصير أنت إذا عضلة الظهر تبعك قوية وأنا عضلتي مانا قوية أنا ممكن أنصاب تسعة أو عشرة بالمية أنت يمكن واحد بالمية تنصابي بتخفي النسبة كتير عندك أنه تنصابي الظهر مقاستم ثلاث أقسام الظهر اللي من فوق واللي بالنص واللورباك الظهر الأسفل نحن نحمل نحن مجموعة تمارين بسيطة يعني بأي حد في يعملها باستخدام المطاطة والربرباند والدامبل والمات لعضلات الظهر اللي من فوق واللي بالنص والاستفلية عمر هاي تمارين نفسها للرجال والنساء هاي تمارين تعتبر تقوية لعضلة الظهر رجال أو نساء كل الأعمار؟ ولا مثلا خلينا نقول فوق الأربعين أو فوق الخمسين؟ هاي الليفل صارت لأنه فيه شخص عمره فوق الأربعين أو خمسين ورياضي يمكن يكون أكتر مني فما لمقياس العمر عرفتي وفيه شخص ممكن يكون عمره عشرين بس كتير رياضي فيه يعمل هاي مرحلة الأدفانس والليفل العالي أو واطي هاي الشخص هو بقدر يقيمه أي شخص جديد عطول ما فيه يبلش بالتمارين الشخص اللي بيعملون صار له سنة وسنتين بس هاي التمارين بسيطة غالباً هاي للكل اللي هسه إحنا رح تسوينا فيه أي شخص يعملها هاي كل الناس ممكن تسويها اللي بيحس أنه صعب عليه بس يركز بمرحلة بالتكنيك يعني لو مثلا أنا إذا أعمل أي تمارين فيني أعمله بدامبل فيني أعمله بلا دامبل بس أعمل تكنيك صح حرك المنطقة اللي بدي حركها وشوي شوي الواحد بصير يحمل وزن أو يحمل المهم بالتكنيك أنا بركز على التكنيك مشان أنت تحركي العضلة اللي أنت بدك تحركي طيب عرفتي طيب تراوينا التمارين يلا خلينا ندرج رح نبلش بتمارين الريبر باند اي بالمطاطة يعني زيان اوكي فيكتوريا نشوف رح نبلش بتمرين هذا التمرين نحط مستخدم مطاطة فيه بيركز على عضلات الظهر اللي من فوق واللي بالنص يعني على طول الكواع بيكونوا مسكرين منركز أنه الكتاف شوفي لاحظي الكتاف لورا الصدر مواجه للأرض تقريبا النظر الرقبي لا بيكون لا لفوق ولا لتحت وهمشي الكواع مسكرين وعم نسحب بالمطاطة لفوق يعني ما عنده مطاطة عمر يقدر يسوي نفس الحركة لكن بدون مطاطة يقدر يأخذ نفس البوزيشن بس بدون مطاطة يعمل في يحمل ولو كيلو بكيلو شو ما كان يعني شو ما هي الشغلة اللي هلأ فيه دامبل وفيه وفيه يحمل نفس التمرين فينا نعمله بس سنجل هلأ هون منصير منركز من فوكس بالعضلة أكتر يعني وتنعمل التمرين بجهة واحدة بتصير التركيز أقوى على جهة واحدة على العضلة فتصير العضلة بتنحاط أكتر المجموعة العضلية اللي عم تشتغل بتركز أكتر ما أنه أنت تساعد بالإيدتين سوا فهدول التمرينين فينا نعملهم بالمطاطة هذا كمان بيركز على منطقة الظهر من العالي ومن إذا عم نعمل نحن يمين بتركيز عم نطلبات تقريبا والجهة اللي جنبه طبعا هون العضلة الظهر كلها عم تشتغل نحنا عم نعطي تفصيل بالنسبة الأكبر المجموعة العضلية اللي عم تشتغل أمر هاي كل تمرين كم مرة نسوي خلال اليوم؟ هذول التكرارات فيها يعملوا الواحد 15 تكرار المجموعات من بين تنتين لثلاث مجموعات حسب الشخص ما يبلش يعني هي غالبا مجموعتين أو ثلاثة لـ 15 تكرار هذه بالممارسة ما عدا أنه تقوي عضلات الظهر ممكن أيضا أنه تخلينا نجلس بطريقة صحيحة ما أنت وقتلي اللي تقوى عضلة الظهر تبعيك بتصير إجباري العضلة بتشدك يعني عضلة الظهر بتقوى والواحد بس يقعد هيك وتكون العضلات الضعيفة ما في عضلات قوية بس أنت تلقائيا بس تقوي عضلاتك تجلس يعني هاي معلومة نقدر نقولها للمشاهدين أمر أنه أي شخص يقعد بطريقة منحنية هيتش يماخذ راح تهذا دليل أنه عضلات الظهره مقوية يحتاج أنه يقوي هلأ هي في ممكن تكون عضلات الظهره ضعيفة وممكن تكون عادة متعود يعني ممكن تشوفي واحد عنده بمصر بس عامل هيك طول وقت ما لأ مقياس يعني هلأ كمان نركز على المطاطة آخر تمرين هذا التمرين منركز فيه على العضلات اللي متوسطة بالظهر يعني تلك الظهر ثلاث أقسام فهذا التمرين بيشغل العضلات اللي بالظهر اللي بننص طيب أوكي وكمان كتير سهل وبيعمل 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 مهم منركز على التنفس مركز لالكتاف الإيدين هم شيء التكنيك هلأ مننتقل لتمرين الدامبل بتمرين الدامبل فينا نستخدم كمان إذا حدا متل ما قتلك مبتدئ فيه حط كرسي نعمل على الكرسي بدل ما يكون الظهر مانو مسنود بشي أي على الكرسي كمان وكمان نفس وضعية التمرين الأول الظهر لتحت الكواع مفروتين لورا وكمان هذا بيشغل عضلات الظهر اللي بالنص واللي فوق وبيركز على الزوايا اللي من جوة أوكي بالظهر فينا نعمل نفسه سنجل بالطريقة بالعكس منسنود الإيد على الكرسي كمان وهذا بنسميه تجديف أو تمرين التجديف أو كمان هذا بيركز على عضلة الباط بالدرجة الكبرى بهذا التمرين منركز أن الكوع بس يطلع لفوق يكون كمان تسعين درجة ما يكون الكوع يكون ثابت بس فوق ما يهز الكوع كتير ووضعية الكتاف مع الإيد كمان كتير ستريت ما يرخي كتافه ويرخي ظهره أوكي مشان ناخد نتيجة الأكبر يعني أمر هيتشد هذه العضلة هاي ترايسيبس العضلة الخلفية هذا للظهر العضلة الخلفية هذا بيخربته فيه كتير عالم بده يكون الكوع ثابت وبس عم نحرك الكوع طيب للنساء اللي عندهم نوع ما ترهل في هذه المنطقة هذه التمارين ما تفيدهم أيضا؟ هاي للظهر عم نحكي هلأ التمارين بتفيد هلأ التمارين بتفيد هاني شيفتها ده تحرك توقع عم نتحرك كل شي هلأ أنت مجموعة العضل بجسمك كلها بده تتحرك سوا بس نحنا عم نفوكس يعني يعني أجباري عضلة الإيد عم تشتغل لأنه هي عم ترفع الإيد طيب لنركز على عضلة الظهر عرفتي؟ بس العضلة اللي عم تشتغل بدنا نركزها هي الظهر هلأ منبلش بتمارين المات على الفرشة تمارين الفرشة هادول التمارين هنه تمارين بيقووا عضلة الظهر وبنفس الوقت علاجيين هادول التمارين بالذات تبع المات حتى اللي معه مرض ديسك فيه يعملون لأنه بيقووا بركزوا هذا التمارين بركز على بالدرجة الكبرى هلأ رح نعمل ثلاثة مارين بمستويات مختلفة أول واحد هاد للعالم اللي جدد أو فينا نقول عم يتعالجوا أو أمو عم أو قال لهم الدكتور مثلا أو عضلات ظهركم بالبيت ما بدهم نجيم بسيط احنا قدنا ثلاثين ثانية بعد عم تشتغل حتى كلها نعرفها بسرعة الليفل الثاني نعملوا نفس الشي بس بيكون سنجل كل إيد لحال هدا كمان بيفوكس على الإكس تبع الظهر من ورا والليفل الثالث ليفل الثري بيكون من فوق نفسه بس بيكون للأدفانس شوي طيب بيكون نعمل سكويز بين عضلة الظهر بين الإيد والرجل سكويز لفوق ولتعد هاد للليفل اللي بعده هاي باختصار